ميليشيات محاصرة بالعقوبات والجرائم والإدانات الدولية لكنها لا تزال تنشط لحشد الدعم السياسي والدبلماسي في بلدان العالم تحت شعارات عدة أبرزها استهداف السعودية للمدنيين وزعزعة الإمارات للأمن اليمني والإقليمي ناهيك عن مضلة حقوق الإنسان فيما شرعية وجدت دعما محليا وأقليميا ودوليا لا يزال الإخفاق المستمر سمتها الأبرز في حمل قضية اليمنيين إخفاق لا يبتعد كثيرا عن الإخفاقات العسكرية على الأرض والتي توجت بتحول التحالف عن أهدافه إلى ما يشبه الاستعمار الناعم كان من أسباب ذلك غياب الإطار القانوني لتدخل التحالف في اليمن والذي تسبب بتآكل الشرعية على الأرض وهشاشة موقفها أمام المجتمع الدولي مؤخرا شهدت البرلمانات الأوروبية والهيئات غير الرسمية حراكا من اللوبي الحوثي المدعوم من طهران في مشاركته وصولا إلى اجتماعات في مجلس الأمن وإجراء لقاءات مستمرة لللوبي الحوثي الذي ينشط بلا هوادة في هذه الأروقة ناهيك عن انخراط بعض أفراد من هذه الجماعات في منظمات متعددة من الأمم المتحدة يدرك الجميع أن ميليشي الحوثي عصابة إرهابية غير معترف بها أمام العالم لكنهم استثمروا سمعة المملكة السعودية والإمارات بقضايا حقوق الإنسان والعداءات العابرة للقضية اليمنية يقول السياسيون إن الملف اليمني أرهقه النظام السعودي الذي استدعى العداءات من حوله فدفع بكثير من الدول الأوروبية والكونغرس الأمريكي إلى الإحجام عن دعمه بالسلاح ناهيك عن قضايا تتعلق بالانتهاكات ضد الإنسانية أبرزها جريمة مقتل خاشقجي إذ غير بعيد عما ترسمه طهران في مساراتها الدولية تمضي المعركة الدبلوماسية على الوتيرة نفسها مع ما يحدث في الأرض ضاعت القضية اليمنية وحضرت السعودية كواجهة للصراع وبدى واضحا أن الملف اليمني تحمل حمولة أكثر من قدره المشهد الحاضر يقول إن الشرعية تعيش مرحلة غير واضحة المعالم في علاج مشاكل البلاد ونتيجة غياب الرؤية في التعامل سواء مع الخصوم أو الداعمين الدوليين والمحليين